قانون العمل الجديد أكيد طبعا ملايين من العمال في انتظار قانون أو اقرار قانون العمل الجديد بعد المناقشات والمدورات أكيد قانون العمل الجديد بيعتبر خطوة مهمة جدا في اتجاه تحسين بيئة العمل في مصر الهدف لأنه هو نحق التوازن ما بين حقوق العمال من جهة وواجبات أصحاب العمال من جهة تانية مش بس كده كمان قانون العمل الجديد بيتبنى مجموعة من التعديلات واللي بيتتماشى مع القوانين بتتماشى مع الاتفاقيات الدولية اللي بتهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سوائلين صحيح كمان عايزين نعرف مزيد من التفاصيل والنقاشات اللي حصلت حول قانون العمل الجديد هل بالفعل تم إلغاء استمارة ستة ولا إيه بالضبط عايزين تفاصيل أكتر هنعرفها من دكتورة سوالاف درويش وكيل كل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من ورانا ومشرفانا نهارد أهلا وسلم بحضر لكم صبع الخير أهلا بيكي في البداية بنسمع كتير عن تعديلات في قانون العمل الجديد معظمها هيكون في صالح العمل غير المنتظمة كمان حقوق صاحب العمل والعامل نفسه تفاصيل أكتر عن هذا القانون أولا بحية حضراتكم ثانيا بحية الحكومة المصرية لأن دي على أجندة التطوير اللي بناء على التغير والتغيرات الاقتصادية وأيضا بيئة عمل فيها توازن وفيها عدالة اجتماعية دي كانت على أول أجندات الحكومة المصرية وده نادى بيه السيد الرئيس أكثر من مرة نقول قانون 12 لسنة 2003 مر عليه 20 عام ويمكن في نهاية 24 يقبى 21 عام أصبح هناك متغيرات كدير جدا في بيئة العمل وفي الجانب الاقتصادي والبيئة العالمية حتى فكان لابد من تغيير هذا القانون القانون يشمل مجموعة من الامتيازات والمميزات الخاصة بتعزيز مهارات العامل وتعزيز حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل أطراف العملية الإنتاجية قعدوا الثلاثة أطراف العملية الإنتاجية بيكون العامل وصاحب العمل وبيكون الحكومة أو من يمثل الحكومة القانون يتميز بأن هناك عدة عامل أولا استمارة ستة ودي من أهم مميزاتها اللي هي تعزيز حق العامل وعلاقته الجيدة بصاحب العمل إنهاء فكرة استمارة ستة لن يكون هناك فصل العامل إلا من خلال المحاكمة العملية الحاجة تانية تحديد ساعات العمل الحاجة تانية الأجهزات تحديد ما له وما عليه هنا بدأنا في الجزء ما يخص العامل القانون أيضا برضو دسم جدا 14 باب 207 مشروع القانون المقدم أمام الحكومة أمام مجلس النواب حاليا في لجنة القوى العاملة نقش الأسبوع القبل السابق تم مناقشته على مدار 3 أيام مع الحكومة تم مناقشة الجزء الأول من التعريفات الخاصة بالمسميات الأساسية وفقا للأتفاقيات الدولية وفقا لهم هو متعرف عليه لتحديد بعض المسميات الجديدة لتحديد بيردو أيضا بعض الامتيازات الجديدة التي ستضع في هذا القانون القانون أيضا دعم المرأة ودعم الأسرة المصرية من خلال وضع باب خاص للمرأة والعمالة وعمالة المرأة وتوفير بإتعامل مناسبة لها القانون أيضا كان بيه جزء خاص لجذب الاستثمار من خلال التوافق بين العمل وصاحب العمل وكيفية التفاوض وقالية التفاوض وقالية وطبيعة التعامل مع صاحب العمل والأجر ناتج العمل الأجر ناتج العمل جزء كبير جدا منه بيرغى فيها المستثمر بيئة العمل المناسبة تتوافق مع علاقة عامل وصاحب عمل جيدة تتوافق مع المعايير الدولية هذا الباب كان من الأباب المهمة جدا أسألك في نقطة دي تحديدا احنا نكلم هنا عن أن احنا بنشوف النماذج الدولية بنشوف المعايير الدولية فيما نوصلها بقوانين العمل التي تطبق في العالم ايه الفرق الفجوة ما بين المعايير والقوانين الدولية اللي بتطبق برا وما بين القانون الحالي اللي هو لسنة 2003 اللي احنا شغالين به دلوقتي طبعا قبل اقرار القانون الجديد القانون 2003 كان برضو فيه ساعات العمل بالنسبة للعامل بعض الإجراءات في التفاوض كانت مفتوحة بعض الشيء برضو كان بالنسبة للمستثمر دايما يحب أن يجذب بجموعة من الأجانب من الآخر أرضا القانون بينظم هذه الجزئية كان كعدم وجود برضو المرونة الكافية في جذب نوع من أنواع الخبرة أو مجموعة من الخبرة تم تحديد الخبرة دول هيجوا ازاي ويقب عدد قد ايه عشان لا يؤثر على العمالة المصرية بل أن يكون هناك استفادة من الخبير اللي موجودة الخبير اللي هيجي ممكن نسمح أنه يكون متواجد ولكن بنسب معينة وهذه النسب برضو تكون نلقل الخبرات ويكون فيه نوع من أنواع الاحتكاك فأجعل أنه هناك مهارة أعلى لدى العامل المصري وبشروط معينة يعني مفيش مثل الخبير ييجي ويكون عندي هنا في مصر المثيل المصري أفضل منه مثلا ممكن تكون نفس الخامة من القدرات والمؤهلات العلمية تكون متواجدة عندي وانت بيجيبه مجرد أن انت بيجيبه من الخارج للثقة أو لأنك انت مش عايز تتعامل مع العامل المصري أو برضو تكون هناك فكرة لتجويف العامل المصري لازم أن يراع كل العناصر تكون موجودة قدامي لكن لو موجود نفس الخبرة من طواج دينا العامل المصري هو الأولى بيها لكن ما فيش خبرة أنا كمان هستفيد لأن يكون عامل جاي من الخارج لديه خبرات أعلى وأفضل أنا الاحتكاك نفسه هيخلق عندي عمالة أفضل وإن أنا يكون فرضو في عملية تدريب مستمرة بس كنت عايزة أسأل حديك على الموضوع دي بالذات لأن طبعا من خلال القانون كمان بتطلبوا بمشاركة القطاع الخاص في عداد وتطوير كمان أو التأهيل المهني لشباب لسوق العمل وإنشاء صندوق للتدريب ده أهميته إيه؟ أولا أنه فيه فعلا تم فيه باب خاص بالتأهيل والتدريب موجود داخل قانون العمل شراكة القطاع الخاص هتكون أكثر نقول وقعية وأكثر جذب أيضا للعمالة الخارجية عارف حضرتك أنت عايزة الأمانة الوظيفة ومع الأمانة الوظيفة لازم تكون أيدا عاملة مهيرة ومع أيدا وتكون فيه طلب على العمل ده أو أنا ما كنتش مؤهلة تأهيل سوق العمل مش عايزه من أكثر خبرة أنه سوق العمل محتاج إيه؟ هو رجال الأعمال هو المستثمر أكثر خبرة مين هو محتاج أنهي أيدي عاملة أو أنهي فئة في الأيد العاملة هو ده اللي محتاجه لما بيكون هناك شراكة أولا بيتقبأ التدريب على أرض الوقع ثانيا هو بيدربه على أفضل المعدات والمكينات والأيد العاملة اللي بيتم تدريبها داخل هذه المصنع هو بيأخذها فيما بعد فرصة العمل بتكون متوفرة بعدها على طول بشكل مباشر ثانيا هو بيجود على تدريبه عشان يستفيد منه بشكل أعلى كتير هنا أنا بالنسبة لي هو الأولى وعلى فكرة يعني المركز أو التدريب اللي بيكون من خلال الشراقة دي هتكون لصالح الدولة المصرية أفضل كتير أكيد بكل أشكالها دكتور دائما وأبدا لما بيبقى فيه نزاع ما بين صاحب العمل وما بين الموظف دائما يعني صاحب العمل هو بيبقى الجهة الأقوى فكرة أنه بيكون مثلا فيه حاجة فصلة عسوفي أو فيه أي حاجة من الأشياء أو الإجراءات التي بتبقى ضد صالح العامل دلوقتي وفقا لي القانون أو مقترح القانون الجديد أنا كعامل أعمل إيه بالزبط أولا فيه باب خاص بالمحاكم العملية وقال الاستمارات استمارة ستة خلاص ما فيش حاجة اسمها بتمدي أول ما تدخل العمل تمدي على استمارة على بياض يكتب لك التاريخ اللي هو عايزه باستمارة ستة بالاستقالة فيها فتضح كل حقوقك ده خلاص ما بقتش موجودة قالية التعامل مع المحاكم العملية سرعة التعامل كمان مع المحاكم العملية خلاص فأقرب وقتها هيتم الفصل كان الأول ممكن الفصل في القضية العملية تعد سنة واثنين وثلاثة وتم التأجيل لا ده خلاص بمجرد تقديم الورق لأن حتى عقده هيكون من ثلاث نسخ كان في السابق ما فيش هما نسختين العمل لن يحصل على العقد في إيده حاليا في هذا القانون أصبح هناك ثلاث نسخ يقدمه ويقدم المحكمة العملية حتى مصاريف القضاء إن لم يستطع العمل بدفع هذه المصاريف تتولى المحكمة دفع هذه المصاريف وأخذها مرة أخرى من السنديق الخاصة اللي موجودة في الوزارة تم إنشاء أكتر من صندوق لحماية العمال في صندوق الطوارئ اللي موجود في وزارة العمل هذا الصندوق يقوم على حماية كاملة للعمل لو هناك حصل أزمات من ضمنها هذه الأزمات أنه بيعوضوا لمدة شهرين لحين الفصل في القضية فهناك عدة جنود داخل طبعا أنا عادي أسأل سؤال في النقطة لا 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 يعني كل العمال أو الموظفين في قطاع العام وقطاع الخاص أنا ده تتفصلت خلاص الشركة مثلا بتعمل بتعمل انكماش أو عندها مشاكل فبتطر أن هي أنا أستحق كام شهر على سنة وإمتى بيتم دفع الشهر ده أو المقابل هناك ارتباط بين قانون العمل وقانون 148 لسنة 2019 قانون 148 لسنة 2019 بينظم هذه العملية تنظيما جيدا بتوبة كل جنة تختلف عن الأخرى أو كل مؤسسة أو منشاب تختلف عن الأخرى لكن الحق الأساسي فيها أنه يجب أن يستحق العامل مدة معينة وبتودع موضوع في قانون 148 وبيحكمها القضاء ويحكم له به وده مفهوش جدال يعني ما نفعش حتى الجهة حضرتك بتشتغل في أحد الشركات يقولك لا أنا مش هديله لا حضرتك مجرد ما بثبت بناء على التأمينات اللي تمت فيه هيئة التأمينات الاجتماعية بجيب شيط للعامل الشيط ده بيثبت أنه اشتغل ومؤمن عليه لمدة سبع سنوات من حقه أنه ياخد بدل ثلاث شهور مضروبة في الثمان سنوات وده أول شيء بياخده من حقوقه ويتم صرفها مباشرة ففيه ربط بين قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمينات الاجتماعية ده حاجة كويسة إن احنا دايما لما كان بيبقى فيه قانون ممكن يتعرض مع قانون آخر فيوضحني فيه تكامل وتنصيق كبير ما بين القوانين خاصة بالعامل المصري كان من أهم الإنجازات يعني كل قانون بيطلع بيبقى له ما له عليه ما عليه ولكن من أهم الإنجازات قانون 148 لسنة 2019 لأنه جمع كل ما يخص المواطن المصري في هيئة التأمين وفي كل الشركات قطع خاص قطع عام ده كان قانون مجهد جدا من القانون المنظمة لحقوق العاملين أيضا في الجانب التأميني والتعوضات وهنا في باب للتعوضات للبترة أو الحوادث أو الإصابات وكيفية وقالية التعويد الباب دوت وفقا للمتغيرات اللي حصل أنا بقول لحضرتك قانون عفى عليه الزمن 21 سنة حتى قالية التعويد حتى العلوات الدورية ما بيحصلش عليها بعض عمال القطاع الخاص بسبب أنه ممكن يكون مش مطبق عليه القانون لكن في القانون الجديد هيتم هتتضمن طبعا لأنه هناك مسميات جديدة أصبحت مش موجودة العمالة الغير منتظمة هذا المسمى ما كانش موجود في 2003 هذا القيمة اللي بقت موجودة لهذه الفئة اللي بقت أصبحت تمثل فوق 80% من المجتمع المصري قالك قالية الحماية اللي طلب بها السيد الرئيس لهذه الفئة من المجتمع لو تفتكر في كورونا عملية التعويد اللي تمت للمجموعة منهم أن يكون عندك تنظيم لهذه العمالة ويكون فيه باب داخل هذا القانون ينظم أليتهم لما تيجي تعملي الأمان الوظيفي للجميع حتى لهذه الفئة نفسها مسمى عاملات البيوت وكيفية وقالية تعرفها وقالية أن أنت تعرف تتعامل معها وفقا للدستور كمان لأنك أنت مش هتقدر تعمل عليهم التفتيش الأمانة والصحة المهنية باب كامل للأمانة والصحة المهنية عشان أضمن بيئة عامل متوازنة فيها حماية للعامل المصري وفقا للمتغيرات ما كان موجود الباب سابقا ولكن فيه متغيرات طرقت علينا فيه مصانع ومسميات بعض المنتجات ما كانتش موجودة في السابق أصبحت موجودة فالتعديل كان لازم وإنه يكون بسرعة وسريعا عشان أقبر عمل حماية كاملة يعني أذنك يا رجائي حدك شايف أن حتى الأعمال اللي ما كانش مؤمن عليهم مش في التأمين مش متضمنين في التأمينات هيتم برضو العمل بقانون العمل عليهم هيتم تعرفهم هيتم محاولة وضع لأن طبعا هنا العاقد فيهم محاولة وضع ألي لحمايتهم لأن طبعا حضرتك تعلمي أن باب الحريات يمنع أننا أخش أفتش عليهم إيه اللي بيحصل في المنازل منفعش أدخل حريات منفعش ففي بعض المعقاط البسيطة لكن بدأنا بداية حسنة أن إحنا إذا كان هناك عقود موسقة ويقدرنا نزبط علاقة العمل بين طرفي هذه العملية العملية يقبأ في الحالة دي هقدر أعملهم عملية من عملية الحماية لكن هي بداية حسنة داخل هذا القانون إن خرجنا من منطق أو من باب الحريات وسمحنا أن يكون هناك تفتيش وعملية من عمليات إن إحنا أقدر أخش عرف لو حصل نوع من أنواع الإساءة أو الخطأ أو أي نوع من أنواع الإزاءة ما وأقدر أثبته عشان أجيب للعملة دي حقها هنقدر نعملها لكن في الجانب التأميني السيد الرئيسي عمل لهم وسيكة التأمين للعمال الغير منتظم هم من نفس الفئة لكن تعرفهم يختلف شكرا شكرا جزيلا دكتورة سلاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شكرا شكرا جزيلا وأتمنى صدور هذا القانون للنور قريبا شكرا شكرا أنا اللي أشكرك جدا ونشكر سياتك جدا شكرا نورتي شكرا